سرعة القصف اللي هي طبعا من المشاكل الجنسية اللي ممكن تدايق الازواج بشكل جامد تعريف سرعة القصف الاول احنا عندنا في نوعين اساسيين من سرعة القصف اللي هي سرعة القصف اولية اللي هي حد عمره مكان راضي عن القصف بتاعه ودايما القصف بيجي مبكر او ثانوية اللي كان الاول ماشي كويس مكانش فيه مشاكل وبعدين بدأ يشتكي من سرعة قصف طيب التعريف الحقيقي حسب الجامعية العالمية للصحة الجنسية ان هو ان يكون بتتكرر الحكاية وبتؤدي الى ان الرجل مش قادر يتحكم في القصف بتاعه وهما حددوا الوقت ان سرعة القصف الاولية بتكون دقيقة او اقل وسرعة القصف السنوية بتكون اقل من ثلاث دقيقة والحاجة التالتة الاضافية ان يكون هو الرجل متضايق وشريكة حياته متضايقة يعني احنا بنتكلم الهدف من العملية الجنسية جماعة ان يخرج الرجل سعيد وزوجته سعيدة اذا ده محقق يبقى انا ما عنديش مشكلة احنا مش في سبق اللي هو بحاول ازاود دقيقة زيادة او اقل اللي هو الهدف ان يخرجوا الاثنين سعيدة وفيه معلومة مهمة اوى عايزين نقولها ان هو بلتل خليقة ربنا خلقنا ان الرجل بيصل للنشوة بتاعته في وقت اقل اوي من المرأة ومش مطلوب ان يكون فيه تزامن بين الرجل والمرأة فلكن اذا كانت بدأ ان هو بيشتكي ان هو حاس ان هو مش قادر يستمتع والوقت اصبح قليل يبقى ساعتها فعلا ان احنا نحتاج ان احنا نعالجه ونساعده فيه نوعين تانين من سرعة القصف اللي هي بنسميها سرعة القصف اللي هي تيجي بشكل يعني اوقات واوقات يعني ممكن اوقات يبقى كويس واوقات لقى الحاجة التانية اللي هي شيء تخيلي ان هو يبقى هو بيتهيق له ان هو عنده سرعة قصف ومتدايق ان هو مش عارف يتحكم برغم ان هو بالتعريف بتاعتنا احنا هو طبيعي